أعداد تنوف أعزع جروباك بين الهما الله يرضى عليك عم الشيخ ينبرد يحداهم على الأخوة خطاة التي تبغي حتى تقي أهل الله فينفاء فأصلحوا بينهما بالعبد وأقسطين إن الله يحبب المقسطين إنما المؤمنون إغرة فأصلحوا بين أخوة واتقه الله واتقه الله لأعلم ترحمه صدق الله ترجمة نانسي قد بدل اشتركوا في القناة 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 ايضا قاسر باشر ايه في مار موسيمة طب خذ نفسك كده وقوب للديم فيه ايه الود اللي اتمسك انبراح في الكمين مال قتلوه ايه قتلوه العمروتي ده طول عمره داهيا يعرف ازاي يكسب اللغصات قريخاميس من اول سطر وعرف ازاي يجيب بس فندنا مش ساهل اللي مش فهم يا حاجة انت مبسوطة ولا زعلانة ولا قلقانة ولا ايه بالظبط خميس رجع السوق تاني وقعدته مع العمروتي حتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجة ما انت لسه قايلة يا حاجة ابنك مش سهل طبعا ابني حيجيبه مني وبنا خليهولي اللي بالحق يا حاجة البداعة صبرت في الصعيد والرجالة جازة انا حضرت الفلوس وان شاء الله هنزل عشان اخلص فيها مش لوحدك يا بوسنة اه طبعا ما الرجالة معاي اللي عايزة كلامه لا القصد ان خميس يروح يسلم ويستلم خميس افدين اه ومالوها واحد يا سلام مصر بتبقى حلو قوي بالليلة خميس بتحس ان كلها بتاعتك ومحتوطة في جيبك تحس انك ركب فرس وماسك اللجام كويس مالك يا خميس مالك يا باس ما فيش يا باشة بس انت قلتلي عايزك وجينا ووقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر اليمينة ما انا عارف انا متابعك من زمان الخميس دخلت دماغي وانا صعبة قوي حد يدخلت دماغي وانت صغير وانا امرأبك وعجبتني لان دي الكرامات مع الحكومة اللي أعجبتني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك وروح تبطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومة خيانة امان هالموت في السنين اللي فاتت يا خميس السود غاير ناس كتير هتحاربت انا كنت مستنيك وانت خلاص الدينت وتتقوم حقها مااخد حقنا بقى يا باش بس انا يا ادوب بسه خارج وتفرج عالدنيا من برا ما عنديش نيه يا غرس تاني كيف ما نبقاش المزاج خلاص يا خميس بس انا يا بيت العمر بتاع المزاج انو انا عيل صغير هدى كده وانا بتاع المزاج وبحبوا بشتغلوا بمزاج واذا بيني كلهم بتاع المزاج الناس ريئة هنجومش مشاكل ولا اليوم في الدوشة ولا حتى لغباط الكامير الناس اتطحن انت خميس بيتعيشة في دوامة الطحنة دي خلصت على اللي في الديوب هم وخلصت على صحتها بقى الزبون من دول يدار على نص برشامة عشان يوانوا واللي معاه قرش ميلزموش البني خلاص بقى بيضعوا على الخط مبيض مخلوط عشان يسافر زى من المزاج ولا يا خميس بتاعيز من ايه بالضبط يا بيشة انا اصطفيتك يا خميس اخليك كبير السوق لا يا بيه بس انا لما وقعت انت سبتنها عيب عليك تقول كده يا خميس انا حاطت عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن وما المين اللي غير الحرز بتاع البضاعة قبل ما تروح المعمل الجنائي مين اللي جابش اود نافي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نية تقتر غريب مين اللي بغض عن نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمة بتاعتك كلها مغير شوشرة كل انا عملته دا يا خميس وخليك تاخد سبع سنين بس وانقصت افقابتك من حفل المجتمع والحقيقة ان بدران بكتبش خبر بنفس كل اللي تقوله بالحرف اللي واحد شفت بقى انت ظلمني ازا يا خميس ب matière بارك 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 إنه موسيقى موسيقى يا اختي لو تفتفن عن اللي بقلبك هريحك دا حتى المثل بيقول لكل دا اندواء كادي مكنش فيها يا نصري يا أستاذ أنا مش هين علي أشوفك كده بصراحة انت يا موقفت جمبي اديني لم أخذ فرصة أردلك المعروف المعروف؟ أيوة انت يا محمدني يا أخوية من إيد الحكومة ومقالبها ألا ما ترجع الحليم دي المغزن وروح انت نايم انت كمان أو روح أقليب وعشكوا مع أي زبون تاني ولا السوق نايم السوق نايم دا كل كله نايم خلاص يا أخوية الرجالة ما بقاش لها مزاج سألني أنا بقولك إيه؟ أنا بقى حسوقك وروأك أقوم أعملك فنجال قهوة من اللي بيخل الرجالة يجوا هنا على ملو الشجر قهوتهم موسامية حتى القهوة مش عتقها يا موسامية ما هم بدأوا يهلوا استلمي افتح الباب يا واجه حركات يا خدي متداري فأني خط